خلقة بنت، بودكاست من إنتاج حكواتي ضيفتنا لهالحلقة من خلقة بنت من مواليد العراق زينب سلبي، إعلامية وكاتبة وناشطة وحقوقية هي مؤسسة منظمة المرأة من أجل المرأة الدولية يلي بتساعد النساء الناجيات من الحرب زينب حاصلي على دكتوراه فخرية عام 2019 من جامعة بلاسكو كاليدونيون بالمملكة المتحدة وعام 2014 من جامعة يورك هي حاصلي أيضا على ماجستير بدراسات التنمية عام 2001 من كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية وبكالوريوس بعلم الاجتماع والدراسات النسائية عام 96 من جامعة جورج ميسن بالولايات المتحدة هي أيضا مؤلفة لعدد من الكتب من أبرزة كتاب بعنوان الهروب من الاستبداد النشأة في ظل صدام زينب نحن كتير سعيدين بوجودك معنا ببودكاست خلقة بنت أنا شخصيا كتير مستمتعة أنك رح تكوني معنا بهيدا الحلقة وفعلا كتير هيك متحمسين لنحن نكون عام نحاورك هاي المرة أهلا وسهلا فيك معنا أهلا بيكي أهلا بيكي وشكرا عن ضياثة زينب نحن بلش معك من البدايات لنسلسل كيف بلشت تعرفي أنه أنت بدك توصل لصوتك كيف صرت ستوري تلر من وين قررت أنك تحكي كيف قررت أنك تساعد النساء أنهم يحكوا كيف كانت البدايات معك البدايات هي كنت عايشة أنا بالعراق في حرب الأول حرب العراق اللي يتأثر فيها اللي هي حرب الخليج من قصدي مع إيران ولما كنت أنا مراهقة بهذه الفترة وأمي كانت تشتري لي كتب عن حقوق المرأة أقراها في كل أنحاء العالم كانت أخذني عن مكتبة وتقول لي أقره الكتب وأقره الكتب شجعتني كثير عن قراءة الكتب عن حقوق المرأة وليصير بالمرأة وظلم المرأة وحرية المرأة وكانت تقول لي دائما لازم تكونين قوية لازم تعتمدين على نفسك اقتصاديا لا تخلين أحد يتكلم معك أو يلمسك بطريقة خاطئة فمثل الأم هي دربتني حقيقة ولما كان عمري 16 سنة كانت مرة كانت هيدا السوق السيارة وقالت لها ماما أنا لما أكبر راح أخلي كل حياتي لحقوق المرأة أو لخدمة حرية المرأة وأكثر هدية أمي اطلتني إياها أنه بهذه كل لحظة أنه اندارت علي وقالت لي حبيبتي تقدري وهذا الأسمع من أمي أنه قالت لي تقدري نسوين هيك شي خلى بي كل الفرق في حياتي ومرت السنين طبعا وطلعت من العراق والزوجت والزواج كان ظالم وطلقت وشفت نفسي وجدت نفسي بأمريكا وحدي بدون أهلي أو العراق كان بحرب ثانية بس كل البقى في قلبي هو اللي أمي قالت لي أنه تقدري تلخصين حياتك أو تخصصين حياتك لحقوق المرأة فلما كنت أمري 22 أو 23 سنة في أمريكا أنا كنت بس صالي ثلاث سنين موجودة في أمريكا وورا ما طلقت من زواج عنفي وبدون فلوث بدون أهل بدون بلد عايشة في أمريكا فشفت حروب بلدان أنا ما بعرفها بوزنيا ما كنتش أعرف وين صايرة بوزنيا ويوغسلابيا أو هالأشياء هاي بس شفت شيء أنه أثر علي أنه النساء بالحروب دائما هي يعني متخصصين الناس باختصاب النساء وتهجير النساء من بيوتهم والأطفال من بيوتهم فتأثرت علي خصوصا بحرب البازي لما شفت فيه معسكرات اختصاب النساء ينطوهم أرقان لما الرقم ينطلق عليه لازم تروح على غير خيمة ويختصبوها من شهر إلى شهرين إلى تسعة شهر فهيك شيء هاي الأم قلت لي أنه كل حقوق المرأة المختصبة وهالأشياء صار بي حبقة تقلب مثلا يقولون بالعراقي وقلت خلص أنا لازم أسوي شيء ما بقدرش بس أحكي على حقوق النساء وأقرأ الحقوق النساء إذا أنا ما أسوي شيء بنفسي ومنها يبدأت منظمة النساء من أجل النساء العالم الكل كانوا بحكون علي أصحابي أصدقائي قالوا لي شو أتي عايشة بأمريكا وروح يشتغلي شغلة رح يشتغلي سيارة شغلة بيت شنو أنت يسوي منظمة للنساء ما تعرفيهم بس بهذاك الوقت مو بس كانت أمي هي اللي تآمن بيا كان زوجي الثاني أمجر عطلة هو كان كمان مساندني وخلص قررت أنه أمشي بما يعرف قلبي وأنه أخصص حياتي للنساء وفعلا وبديت بشيء بسيط وورا عشرين سنة هسا صار ثلاثين سنة من أجل النساء العالم ساعدنا تقريبا نص مليون إمرأة ودزينا لهم أكثر من ميت مليون دولار وصار صارت المنظمة منظمة كبيرة فصار عندي إيمان إنه إذا إحنا نآمن بقلبنا بالطريقة اللي قلبنا أو نفسنا تريد تروح بيها وحتى لو هذا الطريق مش يجوز بفائدة مالية أو فائدة المجتمعين المجتمع يقول لك لازم نسوي هيجي وهيجي حتى لو إحنا بس نمشي على دقة قلبنا هذا الشيء رح يوصل إلى شيء وصل بالنسبة إليا مو بس لمساعدات النساء وصل إنه أنا أقدر أعيش مع نفسي وأقول يا ربي أنا حاولت جهدي أن أساعد وما خدعت قلبي ما خدعت نفسي ما قلت إنه أنا أريد أسوي هيجي بس أسوي شيء ثاني مشيت على إيماني وعلى مبادئي ونجح هالشغلة نجحت هالشغلة فكيف صرت أنا كاتبة وأحكي على القصص والأشياء هاي جدتي بالطريق بالبداية أنا بس تبعت نبضات قلبي بس تبعت الشيء اللي أنا متحمسة عليه وبالنهاية وصل إلى صارت الشهرة وصارت الكتب وصارت الترفيزيون وهالأشياء هاي هذيك صارت بالنهاية مش بالبداية فالخلاصة إنه نتبع قلبنا نبضات قلبنا ورح وصلنا هذا الشيء على آمان يعني جميل جدا وبنفس الوقت مروع جدا مع بعض الاثنين يعني بقدر أوصف اللي كنتي عم بتقوليها هلأ أولا كتير تأثرت باللي قلتي عن والدتك لأني متأثرة بنفس الطريقة عن والدتي ومؤمنة إنه لموالداتنا يربوا فينا هايك التموحات ويخلونا نحلم فعلا منصير نحنا نساء قادرات إنه نعمل ونوصل لمحل بنفس الوقت اللي قلتي فيه أكتر من جانب مهم بحب نتوقف عندهم شوي أولا اغتصاب النساء بالحروب لا تزال لحد اليوم أجساد النساء هي ساحات للمعارك ولليوم منلاقي إنه بالمنطقة العربية وحول العالم أيضا النساء لا تزال معرضات للاختصاب والتهجير والتعنيف ولأسوأ أنواع العنف خلال الحروب بشكل خاص كيف نحنا منقدر برغم التوعية الكبيرة اللي عم بتصير لا يزال هايدي الجرائم لا تزال ممنهجة ومستمرة كيف منقدر بمحل نوضع حد وكيف نحمل العالم المسئولية برأيك أنت من خلال تجاربك وطبعا الشهادات المروعة اللي سمعت يا لأهلأ بخلال ثلاثين سنة من العمل بالنسبة إلي أول خطوة أنه النساء يتكلمون أو نتكلم عن اللي صار بينا مثل ما قلتي الاختصاب لحد الآن ماشي مو بس بالحروب بغير الحروب بالسلام كمان ويقولوا نحن نغير القوانين ورحن نغير الشرطة ونغير هاشياء ونغير هاشياء تتغير الأمور أوكي الرجل بعدها يختص بالمرأة بنسبة غير معقولة تبقى النسبة مرة تنقص أوكي باقية جوز تزداد مرات بس مرة تنقص أوكي نسبة اختصاب النساء فبالنسبة إليه لازم نغير والتغير مو بس بالقانون اللي هو مهم وليس بس بالتدريب الشرطة أو المحاميين أو القضاة واللي هو كمان مهم التغير الكبير يبدي من إنه إحنا النساء نبدي نتكلم لأنه المجتمع المجتمعات العربية وغير العربية حقيقة يقولون للنساء تسكتوا إذا صار بكم شيء إذا اختصبتوا أو امضربتوا أو اختصب حقكم بطريقة أو أخرى اسكتوا لأنه عيب وتفضحون العائلة وتفضحون البلد وهكذا ما سكتنا إحنا قرون صلنا ساكتين الصمت ما وصلنا إلى أي شيء الصمت بقى بالعكس يخلي يطي الفرصة للرجال إنه يغتصبون أكثر وأكثر وأكثر وما يستغير اجتماعي فأنا بالنسبة إليه نكسر القواعد واللي أعطونا إياها المجتمع لقرون إنه النساء اسكتوا إذا صار بكم شيء ونبدي نحكي هاي أول خطوة إذا النساء اختصبوا من أهلهم يحكون انضربوا من أهلهم يتكلمون انضربوا اختصبوا من غريب نتكلم ونتكلم ونتكلم لأنه هو الآيب اللي ساجنا هو خوفنا من الفضيحة وخوفنا من الآيب والحرام وهالأشياء خلي أنا بالنسبة إليه إحنا نحرر نفسنا من هذا الخوف بتكلم الحقيقة لأنه إحنا مو جزء من المشكلة إحنا ضحية المشكلة فنبدي بأول خطوة والخطوة إنه أتكلم وأنا أسأل كل النساء تكلموا احكوا وحقيقية المجتمع رح يقولكم هاي فضيحة وهاي إيب ومدري شنو بالنهاية أنتوا رح تغيرون حياتكم والمجرم هو لازم يروح ويد يعاقب على السوي المجرمة بدل ما يرقى ويعيش وعيش فعلا ملهم جدا اللي عم بتقولي لأنه فعلا الخوف هو من أكبر القيود اللي بتواجهنا كنساء وهو شي من تشبعه بحياتنا اليومية لنرجع للربط الخوف بالحرب وكمان بشغلك أنت كيف بالرغم من كلها الخوف الدكتاتورية الحروب الصدمات اللي عشتيا شخصيا واللي كمان سمعتيها من نساء أخريات برغم كل هايدي المقاسة إذا فينا نقول كيف قدرت تطلعي منها قوة لتطلعي صوت وتبني وتكملي بمصارك العمل يعني هي مضت سنين يلا واحد يطلع من قدها أول شي لما كنت أشتغل مع النساء بالحروب كنت أتأثر كثيرا باللي صار بيهم طبعا وكنت أرجع وأبكي بالبيت وحدي بس يعني على المصائب اللي أسمعها واللي أشوفها بس ما كنتش أنا مستعدة أتكلم عن حقيقتي أنا أو عن قصتي أنا كنت أصور بس النساء الفقيرات اللي ما عندهمش صوت بس هم فيهم القصص اللي تكسر قلبي بس خلال الفترة عرفت أنه كل إمرأة عدها قصة والاختصاب والضارب والعنف بس ما جاي بس على النساء الفقيرة جاي على كل النساء بالطبقات المتوسطة النساء الغنيات النساء كلهم فإحنا نصور إحنا من نسكت ونخلي بس النساء الفقيرات هم المساكين إحنا نخدعهم ونخدع نفسنا بهالطريقة فأو ثاني خطوة بالنسبة إلي إنه أسأل نفسي هل أنا دعيت أكلم حقيقتي بكاملها أوكي لأنه لحد ذاك السؤال كنت أخلي كل تركيزي عن نساء الفقيرات بالحروب بس لما بنيت أسأل نفسي قلت لا أنا ما بدا أتكلم حقيقتي ما أنا كمان أختصابة وأنا كمان عانيت بس أخاف أتكلم وأخلي كل تركيزي على النساء الفقيرات بس أنا بهيك حالة أنا مش ما دا أتكلم الحقيقة ومش مستمرة بمبادئي دا أفرق بين نفسي وبين النساء اللي أخدمهم فبالنسبة إلي وصلت إلى مرحلة إنه لا لازم أكون مستمرة بمبادئي لازم أكون بمبادئي فذاك الوقت قررت إنه أنا أتكلم عن قصتي كمان لأنه ما بدرش أقول للنساء أتكلموا وأكسروا الصامت وأحقوا على حقيقتكم بس أنا ساكت وأنا خايفة من حقيقتي فقررت إنه لا أكسر صمتي أنا كمان ولو إنه أصور إنه ما عنديش قصة كبيرة وما عنديش عنف كبير قد لازم أكسر صمتي لما كسرت صمتي وخفت شون يا الله الناس رحيش يقولون علي أهلي بلدي كل الأشياء بس خفت خفت بكسر صمتي إنه أنا زواجت زواج تقليدي اختصابني زوجي وهربت من عنده وهكذا وهكذا خفت بس كسرت بغض الأمر ولما كتبت الكتاب الأول اللي هو بين عالمين وكنت خايفة إنه كل الناس رح تعرف حقيقتي الخوف اللي صار من عندي كان مش حقيقي اللي كنت خايفة من عنده ما صار الناس جوي علي قالولي شكراً إنه أنت كتبك القصة لأنه هاي القصة موش بس قصتك قصتنا كلية فبعرفت إنه كل إمرأة أو كل رجل حقيقة لما نكسر صمتنا ونحكي عن حقيقتنا نكون مثل الشمعة نضيء كحف الشخص الثاني أو الأمرأة الثانية فأنا كنت خايفة إن أكسر صمتي وساكته بهذاك أنا كحفي الظالم المظلم حقيقة لما انكسرت الصمتي وأنا شخصياً كتبته فيه كتاب صار مثل الشمعة طال أمل للناس الآخرين إنه أنتوا كمان أكسروا الصمتكم وإذا كل يدنا نكسر الصمتنا رح نقدر نسوي تغيير إيجابي بالمجتمع وهذا التغيير مش سهل صعب التغيير صعب التغيير بطبحية التغيير بمخاطر التغيير بمرات الوحدوية لأن الناس يتركوكم بالتغيير يسوى لأنه التغيير يوصل إلى حرية الشخصية آخر كتاب كتابة الحرية هي عملية داخلية الحرية الشخص بالداخل بنفسي ضحكتي في نفسي هذه ليس جايت لي من الخارج جايت لي أنه أنا كنت مصرة أن أسوي الخطوات التي محتاجتها التي أكتب أحكي عن حقيقتي وأكسر الصمت وأعيش بمبادئي مشان أصل إلى حريتي النفسية يعني شكراً زينب لأنه عملت لنا مثل مقاربة عامة خاصة عن وضع النساء بدءاً من نفسك وصولاً للنساء بشكل عام وفعلاً يعني كسر الصمت هو شيء كتير مهم بدي أسألك تحديداً عن كسر الصمت وتحديداً بنشاطك الإعلامي إذا فينا نقول عملت كتير برامج عملت تات توك عملت برامج نداء على سبيل المثال حاورتي نساء ملهمات اشتغلتي لترفع الصوت بأكتر من طريقة بخلال عملك الإعلامي تحديداً كيف ومين أكتر النساء اللي ألهمتك بالحوارات حاورتي زهر حديد حاورتي أوبرا وينفري حاورتي كتير نساء مين اللي هيك كانت قصتها ألهمتك جداً ومين اللي بتحبي ولسه حاسي أنه بعد بدك تحاوريها آه خلص سؤال بعرفش إذا أقدر أختار بس شخصية وحدة لأنه كل أمرأة أو رجل حاورتهم أعطوني هدية وهديتهم هو درس اللي تعلموا من حياتهم فكل واحد أثر بي زهى حديد الله يرحمها تركتني بأهمية أنه واحد يقعيش حياته شخصية لأنه يضحت في حياته شخصية وعاشت لي شغلها وقالت لي أنه كل هاي الشهرة على سمعتها المشهورة الممتازة أنه بالنهاية الموضوع بعتها تعاني كأمرأة في المهندسة المعمارية بالنهاية بعتها حتى بغض النظر عن شهرتها كانت تعاني بتميز بيعطيها إلى عقود بشغلها من أوبرا تعلمت أنه لازم بدل ما أنا أقلد شو الناس يسوون كل المهم أنه أسوي أنه أسمع صوتي أنا وأتكلم عن صوتي أنا بدل من أحاول أكون مثل أوبرا أو مثل فلانا أو مثل فلانا كل المطلب من عندي كإنسانة أنه أسمع صوت قلبي وأتكلم صوتي من نساء تعلمت من إمرأة في الأردن اللي بدوية بالأردن اللي جابت ضوة إلى قريتها تعلمت أنه حتى ولا لزوجك أنه يظل يحار ضدك أنه تروحين تكملين دراستك ويتمدري شنو لازم تمشين بأحلامك ومشكين في نفسك من كل إمرأة ومن كل رجل تعلمت شيء باب دارش أقول أنه بس أريد أحلى شيء أوبرا وأحلى شيء زهاء من كل شخص تعلمت شيء وهذا هو حلو القصة وحلو ما فيه أنه نتكلم قصتنا ونتعلم ونتكلم ونشارك باللي تعلمنا في حياتنا لأن كل إنسان إلى قصة ولكل إنسان إلى الأشياء اللي تعلمنا من حياتنا وإذا نبدأ نشاركها بطريقة صريحة نستطيع أنه نحسن من حياتنا كليتنا عظيم بس في شخصية هيك حابة أنك لسه تحاوريها بالمستقبل لسه أحاورها اللي ما تحاورت بعدها ما عرفش حقيقة ما عرفش يعني أنا حياتي الحمد لله والشكر قابلت من أوبرا وينفري إلى الدالي لاما من شخصيات كبيرة ألهمتني في مختلف أنحاء حياتي جوز الشخصيات اللي ما حاورتها هو نالسون مندلا اللي ياريت لو كنت أستطيع أن أحاورها بس مع الأسف مش موجود معانا الناس توفوا دازمن توتو من جنوب أفريقيا من الشخصيات اللي ياريت كنت أحاورها قبل ما توفى بس مش شخصيات عايشة بعرفش يعني أنا ما ما بفرق ما بيهمني إذا إنسان مشهور أو غير مشهور الدروس اللي تعلمتها بحياتي جتي من كل أنحاء قسم من ناس قسم من حيوانات حقيقة قسم من النبات قسم من الأشجار الدروس اللي في الحياة تجي من كل الأنحاء مش مس من أمكان واحد أو شخص واحد زينة بشو برأيك المواضيع اللي نحنا بحاجة إنه نركز عليها حاليا بالعالم العربي إن كان بالعمل الإعلامي بالنشاط التطوعي بالنشاط الحقوقي بالإعلامي حقيقة أبدي إنه نتكلم عن نتكلم أكثر بصراحة أنا أولا خليني أبدي إنه ولو أنا رجعت للعالم العربي خلال إنتاجي لبرنامج نداء واللي خليت كل قلبي فيه كل قلبي فيه كل شي موجود في حياتي خليت بهذا البرنامج من هذا كل وقت رجعت أنا على أمريكا فبقدرش أطي أفكاري بالنسبة إلي لأنه مش عايشة بالعالم العربي الآن بس أعرف اللي شي اللي فرحني بالعالم العربي هو لما أشوف الشباب وخصوصا الشابات النساء العربيات ديقومون بأعمال فضيعة بالنسبة إلي الأمل اللي ييجي من العالم العربي حقيقة تيجي من الشابات بخصوصا من الشابات الشباب كمان بس خصوصا من الشابات من اللي هم ودي ينطون بالنسبة إلي أمل جديد في الإعلان في مثل تيمة الشومة اللي مثلا فضيعة الأشياء اللي دي سويها بالمجتمع المدني في شابات قابلتهم في ليبيا في السودان في مختلف من الدول العربية اللي هم دي بدون يعلمون عن كيف نتكلم مع بعض بدون أنف كيف نحاول نحل المشاكل بدون أنف في بنات عراقيات دي يحكون عن كيف الوحدة بين الديان وبين المختلف الأشياء اللي تفرقنا بالعراق فبالنسبة إلي الأمل دي يجي من الشابات ومن الشباب أيضا بس خصوصا من الشابات أنا لو بداية أخلي كل تفكيري أو كل استثماري بصوت الشباب في العالم العربي هم الأمل هم اللي يطون الصوت الجديد لين يمكن أن نوصل إلى وليس وين إحنا الآن طبعا لموضوع الأمل اللي كنت عم تذكري بآخر جوابك أنت بسبب عملك وبسبب الأمل اللي منحتي لكتير من النساء اللي اشتغلتي معهم حستي على ركوجنشن حستي على جوائز تسميت بين النساء العربيات الأكثر نفوذا بمجلة Arabian Business بال2017 اخترتك جزء من هاي التحكيم جائزة هيلتون الإنسانية حستي على جائزة الإنجاز الدولي من مؤسسة المعهد العربي الأمريكي بال2006 شو برأيك بتلعب دور محفز هاي الجوائز وأي جائزة هي هيك الأقرب لإلك حقيقة أنا حقول لك سر أنا وأنا حمد الله وشكر جايت لجوائز كثيرة وأنا دائما ممنونة من هالجوائز بس الحقيقة الجوائز ما تسوي شيء بنفسيتي أقول لك يا الحقيقة ما تأثر على نفسيتي بالنسبة إلي سؤالي لنفسي لما أنام بالليل هل أنا نايمة مرتاحة هل أنا نايمة وحديثي مع الله أنه يا ربي أنا دائما أحاول كل جهدي أن أتكلم حقيقتي أن أقول حقيقتي أن أعيش حقيقتي أم أنا عايشة بكذب وبخداع مع نفسي فهذا شيء حديث شخصي الجوائز والأشياء الخارجية الناس يشوفوها ما تأثر على هالحديث ما تأثر على نفسيتي ممنونة إلها ممنونة بس ما تأثر إنه أقول آه أنا وصلت إلى هيك مرحلة إنه خلص كملت أنا أنا مشهورة أنا مدري شنو ما تسوي أي شيء بنفسيتي أبدا ممنونة أشكر الناس اللي طونيها بالنسبة لي ساعدني جوز أشوف إنه أنا أقدر نفسي أنا أقدر نفسي أكثر وأقدر صوتي أكثر السؤال الأكبر إنه هل أنا أحقق طموحي أو طموح قلبي بحياتي أو لا هاي الطموح يجوز تعطيني جوائز ويجوز ما تعطيني جوائز ما بيهمني المهم إنه هل أنا داعيش حقيقتي حقيقة مبادئي أم لا هذا هو السؤال الكبير فالجوائز ممنونة لها مقدرتها بس ما تملي قلبي حقيقة ملهم جوابك وكل أجوبتك زينب بما أنك ذكرت موضوع الطموحات شو الطموح اللي بعده بقلبك وشو الطموح اللي بالمستقبل حابة إنك تنجزي وتشتغلي عليه ولسه يمكن بعدك ما اشتغلتي قبل كم سنة قبل ثلاث سنين بالضبط حقيقة وصلت إلى اللحظة كنت بالمستشفى وهاي اللحظة كنت بالصورة إنه خلاص أنا رح أموت أوكي ما كنتش قادر أتنفس الحمد لله على السلام الله يسلمك وصورت في هذه اللحظة إنه خلاص رح أموت بهاي اللحظة السؤال اللي إجا بيني وبين قلبي ما كان هل أنجزت كفاية في حياتي كان هل أشت في حب في حياتي في حبي إلى نفسي هل أشت في طيبة مع نفسي أوكي واللي مشى وراء مرضي كنت مرضت وظليت مريضة في تقريبا سنة ونص أنا مختفية من العالم اختفيت أشت في في الغابات وبس مع الحيوانات والنبات حقيقة بس مشان كنت أحاول أرجع نفسي إلى صحتي بهالفترة هاية كنت قضيت مثل ما قلت لك كثير أوقات مع النبات كنت أتمشى بالطبيعة كنت أتأمل كل يوم ساعات مع ساعات وطلعت منها التجربة وراء سنة ونص في تعلق أو في علاقة جديدة مع نفسي مع قلبي مع الأرض مع الآخرين وحقيقة مع الله وهاية وهاية كانت علاقة من حب وأنا عند الدمع نفسي دمع عيني من المدى أقولكم يا هسا علاقة حب كانت وعلاقة فرح حقيقة مش علاقة خوف أو خوف مش علاقة خوف كانت علاقة حب وقررت إنه واو إذا أنا أشعر بهيك حب تجاه قلبي تجاه الآخرين تجاه الأرض تجاه الله أنا رح أسوي كل شي ممكن في حياتي كل شي ممكن إنه أشوف الناس الآخرين إنه هم كمان ممكن يشعرون بهذا الحب تجاه النفس تجاه الأرض تجاه الله وتجاه بعض ما معنى هذا ما معنى إنه أركز كل نفسي إنه أساعد الناس يشوفون هذا الحب ويشعرون بهذا الحب اللي أنا أشعره بعرفش يعني من هذه الفترة بدأت منظمة جديدة اسمها بنات الأرض اللي هي الساعد النساء بمساعدات مالية اللي يحاولون يساعدون الأرض يزرعون بزرع ما بكيميائيات واللي هي جيد للأرض اللي يحمون الأرض ويحمون الحيوانات هاي مساعدة الأرض بديت برنامج جديد على البودكاست إنه ساعد الناس بالحديث عن علاقتنا مع نفسنا ومع الثانين وبعرفش حقيقة كيف أقدر أشوف للناس خارج إنه دموعي دموع الحب إنه علاقتنا مع الله ممكن تكون جميلة جدا ومن حب ومن حرية وليس من خوف أو عصبية أو تقييد لحرياتنا إنه بعرفش كيف أشوف إنه العلاقة ممكن تكون جميلة ومحبة مسالمة وهادئة نعم مسالمة وهادئة أو هيك يعني العلاقة مع الحياة بتكون يعني فيها استقرار أكبر إذا فينا نقول صحيح وممكن الحياة هيك ممكن بس لازم إحنا ناخذ خطوات جريئة مرات خطوات مرات تتخوف مشان نوصل إلى حريتنا الشخصية وإلى حبنا لنافسنا ولبعض بطريقة جديدة كتير حلوة فلسفتك للحياة يعني وفعلا مقاربتك للأمور الداخلية والخارجية هادئة ملهمة غنية ومختلفة عن السائد اللي قد يكون يسوده الضجيج اللي نحنا حاليا حوالينا متعودين عليه فشكرا كتير زينب لأنك شاركتين كل هاي الأفكار وكل هاي الطموحات وكل هاي الأعمال وشاركتين وقتك بهاي الحلقة نحنا كتير ممنونين لو شاركتك معنا اليوم بخلقة بنت وكنا كتير سعيدين بهاي الحلقة ممنونة أنا ممنونة للفرصة ممنونة لتعرفي إليك شكرا جزيلا وكل الأسئلتك ممنونة للفرصة أنه أتكلم وأشارك بتجاربي لهون من كنا وصلنا لنهاية حلقتنا من خلقة بنت ما تنسوا تتابعونا على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي ملتقانا بحلقة جديدة باي